بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله معكم يامي انجلش لتعليم اللغة الانجليزية الوحدة الأولى للفصل الدراسي الثاني للصف الرابع unit 1 toys and things toys ألعاب things أشياء how many do you have how many do you have أسأل هذا السؤال للشخص إذا أحب أعرف عدد الأشياء اللي عندها أو عدد الألعاب اللي عندها I have two عندي شيئين I have two عندي اثنين how many do you have كم لديك I have one لدي واحدة I have إذن إذا أبي أسأل شخص كم لديك أقول how many do you have how many do you have how many نطلق هالأشياء اللي نعيدها fun time number guessing game how many marbles do I have كم لدي من هذه الكرات الزجاجية how many marbles do I have do I have seven five how many marbles do I have that's right I have five that's right يعني ذلك صحيح I have five يعني لديك خمسة robot bear robot bear robot bear robot bear turn around turn around يعني در robot bear robot bear touch the ground touch the ground touch the ground يعني المس الأرض robot bear robot bear show your show show your show أرينا عرضك العرض التقديمي اللي قللين يسوونا أو التمثيل robot bear robot bear you're out too out يعني بره هنا touch the ground advice time keep your room clean وقت النصيحة يقول لي حافظ على نظافة غرفتك هنا الموجود عندكم listen and point تستمع وتأشر على الشي اللي تسمع وطبعا هذا تسوونا مع المعلم grammar toolbox one robot two robots إذا كان عندي شي واحد بس مثل one robot robot يعني رجل آلي أو دب آلي أي شي one فنقول robot لكن إذا كان two or three or four رح نقول robots نحط هذه الإس نسميها إس الجمع three robots four robots فقط الone هنا راح نشيل منها الإس one robot two robots robots three robots four robots هنا عندنا phonyx phonyx هي صوت الحرف مثل k k k kiwi kiwi l lion l lion m like monkey monkey n nest nest n nest trace and copy هنا المطلوب تكتبون الحروف بنفس الطريقة التي تشوفونها هنا بنفس الطريقة تتبعون الأرقام وتكتبون الحرف k a-o-m-n listen and write عندكم الاستماع والكتابة طبعا أخذتوا الكلمات فوق وراح تحطون الحروف المناسبة لها kiwi lion nest monkey listen count and chant هنا المطلوب أنكم تستمعون وتعدون آه وتطلنون طبعا آه هنا مثلا آه قلنا monkey راح نقول monkeys 2 2 1 2 monkeys 1 2 3 lions كلهم راح نضيف لهم s في نهاية الوحدة i can make the sounds of the letters k and n and write them أقدر أقول هذه الحروف وأقول أصواتها وأقدر أكتبهم count from 1 to 10 أعد من الواحد إلى الهشرة أتمنى أنكم استفدتم من الشرح لا تنسون نشر القناة واللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيه أحبه 5 6 11 21 21 22 22